أطلق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطة حكومته المقبلة لمواجهة فيروس كورونا مخففا من قيود الحجر المنزلي ومعربا عن أمله في أن تكون عودة بعض التلاميذ إلى مدارسهم في إنجلترا وإعادة فتح المتاجر أمرا ممكنا مع حلول الأول من شهر يونيو يحرر بوريس جونسون البريطانيين من قيود الحجر المنزلي لكنه يبقي على البلاد مغرقة ليس هو من أغلقها في النهاية الفيروس فعلها لن تفتح المدارس والمتاجر قبل أن ينحصر على أقل تقدير ليس قبل نهاية الشهر يقول بوريس جونسون سيكون من الجنون التخلي عن المكاسب والسماح بموجة ثانية علينا أن نبقى حذرين ونستمر بالتحكم في هذا الفيروس لإنقاذ الأرواح خطة جونسون لفتح بريطانيا تعتمد على مراحل مشروطة تتدرج فيها البلاد نزولا أو صعودا بحسب ما يمليه الوباء إن انحصر عادت الحياة إلى طبيعتها وإن زاد انتشاره فردت قيود أشد صرامة على البريطانيين الطعون موث أسود في ذاكرة البريطانيين وفيروس كورونا وباء بخمسة ألوان سيتعايشون معها أأمنها أخضر وأخطرها أحمر بحسب جونسون تتجه بريطانيا سوب المرحلة الثالثة وهي الأقل قتامة بعدما نجى البريطانيون في المرحلتين الرابعة والخامسة من كارثة كادت أن تدي بحياة نصف مليون بريطاني أعراض الصداع ظهرت على خطته الجديدة قبل أن تطبق تصدع بين إنجليترا وباقي بلدان المملكة المتحدة في جبهة الحرب على الوباء في سكوتلندا تمردت رئيسة الوزراء نيكولاس تارجينت على خطة جونسون مقررة الإبقاء على إجراءات الحجر المنزلي وكذلك فعل قادة أيرلندا الشمالية وإمارة ويرلز حرب بوريس جونسون على الوباء فتحت عليه البلاء وقد فعلها معه من قبل بريكزيت صابر أيوب العربي لندن